البلوجر سلمة عبدالعظيم جات لها جلطة بعد خطوبتها مش هتصدق اللي حصل لها ورد فعل خطيبها على اتصدرت البلوجر سلمة عبدالعظيم التريند على السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت بعد اعلانها خطوبتها على الان في الوينزر علاء جمال اللي كان خاطب قبل كده صاحبتها البلوجر كاميلي عاصم فتسبب اعلان خطوبتهم جدل كبير على السوشيال ميديا وهجوم وانتقادات لسلمة منهم اللي بيحسدها على طريقة خطوبة علاء ليها ومنهم اللي بيهاجمها عشان اتخطبت لخطيب صاحبتها السابقة وده اللي خلى سلمة تدخل في حالة نفسية صعبة خاصة ان الهجوم كان عليها من المتابعين كبير وتفجأوا باختفاء سلمة من على السوشيال ميديا واعلن خطبها انها تصابت باشتباه في جلطة فكتب خطبها علاء على ستوري حسابه على السوشيال ميديا سلمة جالها اشتباه في جلطة وخدت حقنة سيولة مش بس كده ده كمان علاء خطبها نشر فيديو بيحاول يشرح فيه للمتابعين حقيقة سرقة سلمة لي من صاحبتها كاميليا عاصم خاصة ان الهجوم كان بيزيد عليهم يوم بعد يوم وقال علاء في الفيديو اللي نشره ازاي بتجيبوا سيرة الناس بالشكل ده سلمة ما خدتنيش من حد انا كنت خاطب كاميليا والخطوبة انتهت بارادتها قبل ما تعرف على سلمة بثلاث شهور ما كانش ليها اي دخل وحاولت كتير اصلح بيني وبن خطبتي بس هي كانت افلى الباب تماما وبعدها بشهورة تعرفت على سلمة بالصدفة عن طريق صحاب مش تراكين وبقينا ننزل مع بعض وقربنا من بعض اكتر وحبينا بعض يبقى ازاي هي خدتني من كاميليا وكمان هي وكاميليا ما كانوش صحاب هي حضرت خطوبتنا مجملة زي ما كتير من البلوجرز بيعملوا فاتقوا الله وبلاش تجيبوا سيرتنا علشان انا خاصمكم ليوم الايامة مش بس كده ده كمان كتير منهم قال ان سلمة حسدت بعد عرض الخطوبة اللي عملوا ليها علاء فقرر علاء يعمل لها مفاجأة بالاتفاق مع صحبتها بمناسبة عيد ميلادها وعمل لها مفاجأة كبيرة عشان يطلب منها الجواز وخرج فجأة من وسط الالعاب النارية على حصان ابيض كأنه الفارس اللي بتحلم بيته لعمرها طلب ايديها على طريقة الافلام الاجنبية قدام كل صحابها نزل على ربته وقال لها ممكن تتجوزيني ولبسها الخاتم اما سلمة فكانت مصدومة من كل اللي بيحصل حواليها ومش مزدقة والفرحة مش سيعها وكمان كان بتعيط من فرحة وما قدرتش تمسك دموعها وصحبتها كانوا حواليها بيحتفلوا معاها بخطوبتها وبارتبطها ونشرت صورهم مع بعض وعلقت وقالت ده احلى بداية ابدأ بيها سنة جديدة في يوم عيد ميلادي ومن وقتها وسلمة ترند ما بين المتابعين اللي بيدفعوا عنها وشايفينها مع ماليتش حاجة غلط وما بين المتابعين اللي بيهجموها وبيتهموها انها سرقت خطيف صحبتها فيترى الشايف اللي حصل لسلمة بعض الخطوبة حست فعلا ولا بسبب هجوم وانتقادات المتابعين بيها اشتركوا في القناة